طبعا انت اول ما شفت الصور دي قدامك افتقرت ان الصور دي حقيقية بس الصدمة بقى ان الصور دي كلها زكاء اصطناعي والاشخاص دي ما لاش اي وجود في الحياة في الفيديو ده بقى هقدم لكم موقع مجاني مية في المية هتقدر من خلاله تعمل صور زي اللي انت شهيفة قدامك دي وقاعية جدا ومحدش هيقدر يفرقها بينها وبين الحقيقية يلا بينا نتعلم ازاي في البداية كده هنفتح المتصفح بتاعنا عادي اللي هو جوجل كروم وهنيجي هنا في السيرش بوكس وهنكتب اسم الموقع ده تي اي ان اهو يا جماعة الموقع هندوس عليه بالشكل ده هيبتدي يفتح معنا كده هندوس على اول هايبر لينك اللي هو ده كده تمام هيبتدي يحمل معنا الموقع اهو زي ما احنا شايفين الخطوة اللي بعد كده بقى هنيجي نسجل في الموقع عشان يبتدي يفتح معنا هندوس هنا على كلمة صين ان اللي هي فوق دي اهيه تمام هندوس عليها بالشكل ده هيبتدي يفتح معنا كده القائمة بتاعة تسجيل الدخول هننزل تحت هنا وهنقول له continue with google انا هنا اسجل بالاميل بتاع جوجل بتاعي هادوس عليها بالشكل ده تمام بعد كده بقى هنطلع فوق هنا وهندوس على الكلمة دي تمام بالشكل ده هيبتدي يفتح معنا الموقع ههو يا جماعة زي ما احنا شايفين تعال بقى نشرح الوجهة بتاعة الموقع دي عشان نبتدي نشتغل عليه مجاني اول حاجة معنا المربع اللي قدامنا ده ده اللي هنكتب فيه او الوصف بتاع الصورة عشان يطلعها لي بعد كده هننزل تحت هنا نختار بتاع الصورة هنفتح كده هتختار بقى ممكن تختار او اي حاجة انت عايزة بعد كده بقى هننزل تحت عند الاختيار التاني ده واللي هو الابداع ممكن تختار بقى من هنا تخليه اللي هو متوازن او اللي هو مبدع تمام اختار الشكل اللي انت عايزه بعد كده هننزل تحت عند التفاصيل بتاعت الصورة وتقدر تختار اي حاجة منهم زي ما انت شايف كده. تمام? بعد كده اخر حاجة معنا وهي وده مقاس الصورة. طبعا لو دست عليها كده يفتح لك اكتر من مقاس وده مقاس اليوتيوب او التك توك او الانستجرام اي حاجة انت عايزها مسلا. في البداية كده انا هكتب لك اول جاهز يا جماعة وتقدروا تاخدوا ده وتشتغلوا عليه على طول. واللي عايز ده جاهز يقدر يكتب لي في الكومنتات وانا هبعته له ما فيش اي مشكلة. هنيجي بقى في المكان ده كده وهنكتب بتاعنا واللي يكن مسلا ده. تمام? بعد كده هننزل تحت نختار بتاع الصورة وانا هخليها تمام? بعد كده هنختار دي هنخليها تمام? وبعد كده في هختار اللي هي اللي هي دي. تمام? بعد كده هنختار وهناخد المقاس ده كده. تمام? بعد كده بقى هندوس على كلمة اللي هي دي. هيبتدي يحمل معنا الموقع اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين ومش هياخد منك وقت كبير جدا ده حسب سرعة النت عندك. وزي ما انتم شايفين يا جماعة النتيجة اللي طلعت لنا في الاخر الصور طلع وقعية جدا ما تقدرش تفرق بينها وبين اي صورة حقيقية. وكمان بدقة عالية جدا. تعال بقى نشوف ازاي هنقدر نحمل الصور دي. هنيجي نقف على اي صورة مسلا كده هيظهر لنا الشريط اللي تحت ده. هنيجي عند المكان ده هنا وهندوس عليها كده هيظهر لنا كلمة ده. هنبتدي ندوس عليها كده ونحمل الصورة بالصيغة اللي احنا عايزينها وهي اول الصيغة عشان تنزل لنا صورة. تمام? هتبتدي بقى الصورة تحمل معنا هو يا جماعة وبعد كده هنفتحها بالشكل ده. هتنزل عندنا على الجهاز زي ما انتم شايفين بالدقة العالية بتاعتها. تعالوا بقى هكتب لكم كمان برومت جاهز تقدر تاخده برضو وتعدل عليه. وبعد كده هعلمكم ازاي نعمل برومت احنا بنفسنا. هنيجي نقف هنا يا جماعة وهنمسح البرومت القديم هنا هندوس على علامة دي. وبعد كده بقى هنكتب الجديد بتاعنا اللي هو ده كده. تمام? بعد كده برضو هنختار هنخليه وبعد كده هنخلي دي وهنخلي وبعد كده هنختار وهنخلي ده المقاس ده كده. تمام? بعد كده هنطلع عند ندوس هنا على كلمة وطبعا برضو اللي عايز ده يقدر يكتب لي في الكومنتات وانا هبعته له برضو ما فيش اي مشكلة. نستنى بقى لحد ما يخلص تحميله هرجع لكم تاني. وزي ما انتم شايفين يا جماعة دي النتيجة بتاعت التاني الصور طالعة وقائية جدا وما فيهاش اي غلطة وما تقدرش تفرق بينها وبين الحقيقية وبدقة عالية جدا. وبرضو عشان تقدر تحمل الصور هتيجي تقف على اي صورة وهتيجي تدوس هنا وتحملها بالصيغة اللي انت عايزة. تمام? تعال بقى نتعلم ازاي هنقدر نعمل احنا بنفسنا. هنيجي نفتح يا جماعة شات جي بي تي بالشكل ده. تمام? هيبتدي يفتح معانا اهو. وبعد كده بقى هتيجي تحت هنا وتكتب له قرية باللغة الانجليزية لعمل قصة مسلا لقطة تحمل كوب من الشاي. وبعد كده هتدوس على السهم اللي الفوق ده هيبتدي هو يكتب لك. وكده هو كتب لنا اهو يا جماعة هنقدر ناخده كده وهنرجع تاني على الموقع بتاعنا اهو. تمام? وهنبتدي نكتب هنا. واختار برضو الاعدادات زي ما احنا قلناها مع بعض. تمام? بالشكل ده. تمام? بعد كده بقى هندوس على كلمة اللي هي دي. هيبتدي هو يحمل لنا اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين. وبعد ما خلص بقى دي النتيجة اللي طلعت لنا يا جماعة الصور طلعة باحترافية جدا مفيش فيها اي غلطة. وبكده يبقى احنا خلصنا الشرح بتاع النهاردة يارب يكون بطريقة بسيطة وعجبكو. وطبعا اللي عايز يعمل اي تصميم او اي برومت يقدر يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هنقدر تنساعده. يا ريت لو استفدتوا عملولنا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد معنا.